اشترك على اليابان وكرواتي وعايز اجري بسرعة على المغرب واسبانيا والسؤال مباشر وسهل وسريع ازاي بكرة ممكن المغرب تتخطى المنتخب الاسباني هناخد الكلام من عندي اليابان انا هنشوف النهاردة ان اليابان هي مرجعيتنا اللي المغرب لازم تستفيد منها في مواجهة اسبانيا المرجعية مطش اليابان واسبانيا ده لازم وليد الكراكي يحطه قدامه ولازم نستفيد منه هنجري بسرعة احنا جايبين الحالات ازاي تقدر نستفيد اسبانيا هنعرفها بشكل عام طبعا وكل عارفة اسبانيا بتلعب البوزيجن جيم بس الدرجة بعيدة خالص عن باقي المنتخبات يعني مش مجرد بس بتستحوز على الكرة لا هي بتعملش حاجة غير النياب تستحوز على الكرة هنستعرض في البداية طريقة اللعب العامة 4-3-3 المعتادة معنا على طول يلا نطلع الحالات بتاعت ابراهيم على طول السلاسة وسط الملعب ما بيتغيرش يعني هو ممكن يغير الباكين ممكن يغير السلاسة الهجوم بيغير فيه شوية حاجات السلاسة بتاع وسط الملعب عنده مقدس ما بيتغيرش بوسكتس بدري جافي هو ده اعتماده كلي في التشكيل على التلاتة دول الباقيين بيغير اسماء لكن هو نفس المنظومة فال4-3-3 بتاعت اسبانيا منتخب بيعتمد اعتماد كلي على السيطرة على الكرة ما عندهش اي نية ابدا في اي مباراة نادرا لما عمل تحول هو منتخب معلوش في اي تحولات ما بيحبش التحولات خالص وقت ما هيستحوز على الكرة هيدور الكرة عشان يبدأ الهجمة بتاعته بالبوزيشن جيم بتاعه لدرجة بتخلينا نشوف استحواز بيوصل في مطشو من مطشوات 86% وده اعلى نسبة استحواز في كاس العالم حاصل أنا شاكر حادي تتكلم معي من يومين بيقول لي المغرب تسيب الكرة للمنتخب الاسباني وتشتغل على التحولات وطوله هو هيكي كده دي مش ايه وليد الكراكي مش نعملها بالزكاء وكي كان مخصوب عليها مخصوب عليها هو في المغرب ومخصوب عليها اي منتخب يواجه اسبانيا حتى لو منتخب المنتخبات الكبيرة يعني المنتخبات زي الأرزنتين ألمانيا كل المنتخبات لها بتقدام اسبانيا وهي مضطرة تسيب الكرة هي دي النقطة المهمة انه هو اللعيبة بتاعت المغرب تبقى مدركة ان احنا النهار ده نزيل المطش تعالي نعرض الحالات على طول اعرض لنا حالات ابراهيم على طول بحيث انه نتكلم فنية وتكتكير بحيث ان احنا وندي روشتة لعله وعسى تكون تمنى انها الدافع للمنتخب المغرب بإذن الله انه يكسب الحالات جاهزة معنا جاهزة معنا يالله بينا دي البداية هنبدأ مع الاربعة تلاتة تلاتة زي ما تكلمنا سلاسي بوسكتس جافي بيدري بيحصل تغييرات اوقات في الظاهرين اوقات اسبليكويتا او كرفخال نحيا دي الناحيا دي بالدي او جوردي قلبا توقع ان هيبقى جوردي قلبا هو اللقرة بالنحيا دي اه تمام فده بالشكل المعتاد بتاعهم لربعة تلاتة تلاتة احنا نفرج احنا هنا نروح فنروح للبعدية عطول احنا دي طريقة المعتادة بتاعتهم نروح للبعدية ده مخطط لاستحواز المنتخبات في كاس العلم على الكورة لما نيجي نبص تحت خالص هتلاقي اسبانيا بعيد خالص منتخب تحت اسفل الشاشة تحت خالص هو منتخب يعتمد على الوزيشن وما فيش اي نية للتحولات طول بطولة وبعيد خالص عن البقيين فوق طبعا اكتر حاجة ايران والسعودية وايران طبعا اكتر منتخبة ما بيستحوازش على الكورة مش همه خالص وبيعتمد على ده عشان كيروش ما بكنش بيفر معنش تلاقي كلاب كتير على الاستحواز النهاردة اه فالاستحواز احنا إسبانيا انا جاب دي ليه احنا عارفين كلنا إسبانيا بس النقطة في الفرق ما بينها وما بين بقى المنتخبات ايه في حتة تانية خالص في قصة الاستحواز دي ننقل على البعادية على طول هنا هنا المنطقة بتاعت لعب إسبانيا بينحاصر فين لعب إسبانيا زي ما قلنا السلاسة بتاعة وسط الملعب هو الركيزة بتاعت لعب لويس انريكي لويس بيدري بوسكتس جافي زي ما شايفين الحتة المزللة في النص هي دي اللي بيتمركز فيها اللعب بشكل عام ونحية الشمال قدام لأنه هو خطورة إسبانيا اللي هنجلها نحية الشمال قدام هي دي الخطورة كبيرة جدا اللي بشكلها المنتخب الإسباني ننقل على الحالة اللي بعدها هنا لما نجي نبصها يا كريم هنا منطقة اللعب أو منطقة الاستحواز دي اللي بيقدمها الفيفا نفسه لإحصائيات الاستحواز اللعب فيه لما نجي نبص فيه يا كريم هنلاقي أن أكتر لعب يطلب الكورة أو أكتر لعب ياخدها في نص الملعب هو بيدري أكتر لعب في الفريق بشكل كامل في المنطقة بتاعت نص الملعب يطلب الكورة هو بيدري دي في الإحصائيات اللي معنا دي في مطش ألمانيا لما نقل على المطش اللي بعدها كمان هنلاقي بدري هو أكتر لعب برضو طالب الكورة في مطش اليابان فكده نجيب اللي بعدها نجيب اللي بعدها هنلاقي بدري برضو ونجيب الحالة اللي بعدها يبقى كده احنا وصلنا لإيه إن إسبانيا قوتها كلها في نص الملعب بيعتمد على الخروب الكورة من عمق الملعب مش من على الأطراف وبدري بشكل كبير هو اللي بيعتمد على الكورة فممكن نجيب الحالة اللي بعدها على طول زي ما هنا شايفين هو بدري اللي موجود وهنا المربع اللي في نص الملعب هنا مستحوزين على الكرة بشكل عام وهنا اللي بنستمر في عمق الملعب هنا تمركزات لعيبة إسبانيا بدري هو رقم 26 والناحي التانية جايفي اللي هو رقم 9 هو الثلاثة بتنص ملعب ما بيتغيروش خالص بنشوف كمان بقى مساندة منهم من المهاجم اللي هو رقم 7 ده مراطة بينزل لعمق الملعب عشان يكون زي مربع كده رباعي يقدر يختارك به أي ضغط من الخصم بالرباع اللي موجود دوان على طول هنا بقى هنروح لليابان زي ما تكلمنا النهاية دي الروجيتة والماتش اللي لازم يبقى نموذج قدام وليد الكراك هنا اليابان بيتحركوا كاكوتلا واحدة ودي نقطة مهمة جدا الخطوط تبقى قريبا من بعض ما تديش فرصة لعيبة الوسط بتوع إسبانيا إنهم يستلموا كرة ويفكروا لما نيجي نبص هنا في الصورة بوسكتس محاط بالعيب واقف جنبه المهاجم مايل عليه شوية عشان ما يتبصلوش الكرة في لعب واقف قدام بدري عشان كرة ما توصلوش ولاعب واقف قدام جايفي عشان الكرة ما توصلوش تعمل بلوك قدامهم بحيث الكرة ما توصلوش ما تديش الفرصة تقفل زواء التمرير تماما بالظبط على السلاسي بالزاد بتوع نصف ملعب اجبر الفرين ويطلع من ناحية ماء على الأطراف ده هيتعفيه ننقل الحلة اللي بعدها نفس اللقطة برضو واحد جنب بوسكتس واحد المهاجم برضو ميل ناحية بوسكتس عشان برضو ما يوصلوش الكرة واحد قفل زواء التمرير على بدري وعلى جايفي لما ننقل الحل اللي بعدها على طول هنشوف بوس بدري لما نزل يستلم من تحت خالص بدري معه واحد ما بيسيبوش الناحيتنا ده في واحد في ضله خلاص ما بيسيبوش بوسكتس ونزل يستلم واحد معه برضو ما بيسيبوش عشان تكبر الفرين ان خلاص انت مش تطلع من عمق الملعب فلازم المغرب يبقى عنده الحتة دي ما تسيبش اسبانيا تسيطر وتستحوز براحتها وتطلع بالكرة وتتدرج بها لانهم خطرين جدا يعني اول ما بدري وجافي تحديدا هيتحرروا يلاقوا المساحة اللي يستلموا فيها بين الخطوط خلاص اي تكتل دفاع الاسبانيا هتضرب للمنتخب المغربي يا اسف هتضرب فلازم يبقى دايما في محاصرة للعبة دي انها متستلمش وما تفكرش زي ابن الكلام نروح بقى للي بعدها على طول نشوف منتخب اسبانيا لما بيجي يهاجم بقى بيهاجم ازاي نروح للي بعدها على طول منتخب اسبانيا عنده طريقتين من الهجوم لما بيختارك من عمق الملعب بيبدأ يروح على الاطراف هنا في ماتش ألمانيا دي شوف اسبانيا هاجمة ألمانيا قديه وألمانيا هجومها قديه اسبانيا خلاص مسيطرة على كل حاجة بس كل الاستحواز وكل الهجوم بتاع اسبانيا من ناحية الشمال لما بيوصل له التلت الأخير كله من ناحية الشمال كل اعتمادهم الكامل ناحية الشمال ما فيش لمن خالص كل اعتمادنا ناحية الشمال بعد ما نوصل للتلت الأخير نروح للي بعدها على طول هنا بص كام كروس في المطش من ناحية الشمال ناحية اليمين ما فيش غير كروس واحد واللعب كله من ناحية الشمال بالضبط 6 ومقابل واحد نروح للبعادية على طول هنكلم وليام زعاليمين وقلمه على الشمال بالضبط هنا بقى هنروح ازاي هما بيختاركم من ناحية الشمال اول ما بتبدأ اليابان تديك الفرصة او بادر يستلم الكرة لانه تسحب لنص الملعب وشوف بالدي ده الباك الشمال شوف طلع وصل لحد فين وقلمه بياخد بعضه على طول يقوم داخل في عمك الملعب عشان ياخد مع الباك ففضية المساحة اللي قدام بالدي اللي يقدر ينطلق فيها نروح للحالة اللي بعدها هنوضحها بشكل اكبر بص بقى قلمه واخد الباك وداخل فين اهو في عمك الملعب واخد الباك وداخل بقى في مساحة قد دي قدام جور دي قلبها في مطش تاني اللي هو مطش ألمانيا وده يوضح لك ان هي خطة سابتة إسبانيا بتعملها على طول الوينج الشمال هياخد الباك ويدخل به لعمك الملعب عشان يفضي المساحة للباك الشمال على طول ان هو ينطلق بدري دايما بيطلب الكرة في عمك الملعب وده اللي هنوريه بعد كده الاختلاف بينه بن جافي بدري بيطلب الكرة دايما في عمك الملعب مش هتلاقيه ناحية الطرف فكله بيفضي المساحة دايما للباك ان هو ينطلق في المساحة دي نروح لللي بعديها كرة تانية قلمه واخد الباك معاه وداخل جوه بص هنا جوردي ألبا بيطلب الكرة في مساحة فاضية كرة دي اللي جي منها الجون بتاعها مراطة كرة وصلت لجوردي ألبا اتلعبت عرضية المراطة وجي منها الجون فدي الخطورة هنا بقى لازم نتكلم فيها عن مين عن حكيم زياش لازم 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 حكيم زياش في المطش ده يكون ملتزم التزام دفاعي كبير جداً مع الباك الشمال ما فيش أي فرصة أي غلطة من حكيم زياش في أي تغطية مع الباك الشمال هتبقى مشكلة كبيرة لمنتخب المغرب هنا هنقول بقى الفرما بين بدري وجافي بدري بيطلب الكرة دايماً في عمك الملعب بيبقى عايز يساعد في بناء اللعب بص هنا جافي بيطلب الكرة فين في الهافز بيس اللي ما بين الباك والمساكي اللي جنبه جافي اللي هناك خالص اللي بيجري في المساحة نروح لكرة اللي بعديها جافي اللي طلق اللعب الكرة دوا بص بدري بقى بقى موجود فين بدري بقى موجود عند نقطة ضربة الجزاء عمل زيادة عددية قلمه دخل بدري دخل بقى فيه تلاتة جواه منطقة الجزاء عشان يستقبلوا عرضيات إسبانيا وعندهم واحد زي مروتا بيعرف يلعب بدماغه كويس فممكن تلعب كرة عرضية عالية وممكن تتلعب على الأرض زي ما هو جابها في مطش ألمانيا على الأرض وقدر يحطها وانتاتش على طول فده الفرما بين جافي وبدري النقطة دي مهمة ناحية المين على طول لما يروح ناحية المين مش هتلاقي الباك بيعمل أوفرلاب زي جوردي ألبا لأ هتلاقي الوينج هو اللي فتح على الخط خالص زي ما شفنا من الخريطة وهتلاقي جافي هو اللي بيدخل في المساحة دي يحاول دايما يعمل خلل للدفاع في الحتة دي فدي نقطة مهمة جدا لازم لعيب الوسط اللي هيبقى مع جافي يبقى مركز فيها جدا إن جافي ما يهربش منه ويدخل في الهافز بيس دي هنا برضو داني قلمه هنا تحول لأنه يلعب مكان جافي كالعيب نص ملعب تالي بعد ما جافي طلا بص بيطلب الكرة برضو في المساحة اللي ما بين الباك والمساج بتاعه بيطلب برضو هنا المساحة وده يدول إن هي طريقة لعب السابتة نمط واضح جدا لهم هنا بيعتمدوا عليه على طول وده نقطة مهمة اللعب الوسط اللي هيمسك جافي أو اللعيب البديل لي نروح للي بعديها هنا بقى هنروح لجزئية تانية الضغط بص إسبانيا بتضغط لما بتيجي تضغط عندها سيستم ضغط فبنشوف دايما المساحة اللي على الأطراف دايما فاضية عند إسبانيا سواء في الضغط العالي أو حتى في منطقتهم تحت المساحة دايئة لما نروح للي بعديها كمان فماتش تاني هنلاقي نفس القصة بين اللي بعديها على طول هنلاقي نفس القصة برضو فيه مساحات كبيرة جدا على الأطراف وده النقطة اللي إحنا عايزين المغرب تستغلها نروح للي بعديها دي مناطق الضغط بتاعت إسبانيا شوف كسافة الضغط في نص ملعب الخصم دايما أنهم بيحاولوا يجيبوا الكرة أقولي الألوان دي عشان دي عصافير أنا شايف عصافير هنا الضغط الناجح اللي هو داخل بوشه ناحية اللعيب فيه ضغط تاني بياخد اللعيب ويخرجوا بره للملعب يعني يخلي وشه للخط وضغط تاني بياخد اللعيب ويدخل بيه جوه الملعب فالسهم دوا ناحية الضغط بيوجه اللعيب لأنه ناحية هي النقطة نبص كمية الضغط الإسبانيا في نص ملعب الخصم إنهم عايزين يسترجعوا الكرة على طول نروح لللي بعديها على طول هنلاقي الضغط بيزيد كمان شوف مع خصم زي اليابان اللي هو نسبة كبيرة بكرة المغرب هتكون أقرب لليابان مش لألمانيا الضغط كبير جدا إنهم عايزين ياخدوا منك الكرة دايما هنروح لللي بعديها بص الضغط بص نعد مع بعض كام لعيب في المنطقة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست لعيب يعني نص الفرقة أو أكتر من نص الفرقة في مربع صغير جدا جدا دي نقطة كوة كبيرة جدا جدا عند المنتخب الإسباني إنه لو غلطك في المنطقة دي خلاص هتستقبل هدف لا مفر لأنه في زيادة عددية بس في نفس الوقت هي نقطة ضعف كبيرة عند المنتخب الإسباني زي ما وضحنا خلاص لأن بس زبط زي ما قلنا إن العرض بتاع ضغطهم قليل شوف هناك الباك هتلاقيه فاضي العيب النص الوراهم فاضي هنا النقطة وهنا لازم بقى سوفيا مرابط دورك كبير جدا جدا إنك لازم تقدر تخرج بالكورة تحت الضغط هو تحديدا هو ورومانساس لأن المغرب بيعتمد علوم في الخروج لازم تقدر تخرج بالكورة لو كسرت ضغط إسبانيا هتقدر تشكل علوم خطورة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين ستة لعيبة موجودين في مربع صغير جدا نقدر نتخطى الضغط ده نروح للي بعده فده ضغط إسبانيا نفس اللي احنا شرحناه قبل كده إنه تدايق العرض دايق بعد كده فنروح للي بعدها عرض الضغط وعرض الدفاع نفسه بتاع إسبانيا في المرحلة الأخيرة في الفاينال ثيرد بتاعهم برضه دايق جدا فنروح للحالة اللي بعدها على طول هنا بقى بص زي ما قلنا بص خط إسبانيا فاضي منه مساحة قده ورا الباك العكسي مفيش تغطية خالص لأنهما بيضغطوا في زون صغيرة جدا فهو دايما هتلاقي الباك العكس الكورة العكسي ورا مساحة دايما فاضية دايما تقدر تستغلها واليابان جابت منها جون وألمانيا جابت منها جون فدي نقطة مهمة جدا لازم المغرب تحاول تجمع لعبها في ناحية وتنقل اللعب ناحية الظهير العكسي المنطقة دي بتعمل خطورة كبيرة لأن الوينجات بتاع إسبانيا مش ملتزمين دفاعيا بشكل كبير كمان السلاسي بتاع وسط الملعب بتاع إسبانيا ما بيقومش بأدواره الدفاعي بشكل كبير بوسكتس خلاص السن ما بقاش زي الأول بدري وجايبي لعيبة كورة ما فيش فيهم لعيب دستروير أو الكلام ده كله فدي نقطة مهمة لازم المغرب تستغلها المساحة اللي دايما الوينج الباك العكسي طب هل ده حصل مرة واحدة لا تعال نشوف اللي بعديها بص برضو هنا داخل كرفخاله جوه في لعيب فواضي خالص رقم 9 ده اللي هيعمل أسيست في الجون نروح للي بعديها بص دخلت الكورة المنطقة بص مساحة ديها كريم قدام الوينج العكسي إنه تلعب الكورة كورة دي تلعبت العرضية وردت ودخل منها الجون بالزبط فدي نقطة مهمة جدا وهي مفتاح بكرة المكسب للمغرب إنك تقدر تكسر ضغط إسبانيا مش الإسبانيا مش هتتخلى عن ضغطها هي ترضى تلعب بنفس الضغط خلاص الضغط اللي احنا شوفناه بشكل كبير جدا والمربع الدائل اللي بيعملوه دايماً المغرب تبقى بتحاول تخرج من الضغط دوا تخرج من الضغط دا عن طريق كرات طولية على يوسف المصيري أو سوفيان مرابط من ناحية ناحية تانية ناحية حكيم زياش ونقطة تانية لما نوصل للمرحلة الأخيرة من الهجمة لازم دايماً نستغل المساحة اللي بضهر الظاهر العكسي ونلعب فيها كرة دايماً هتكون دي مفتاح المكسب للمغرب إن شاء الله هاي لعيمة شكراً يا كريم هاي لعيمة شكراً جدا دي رشادة إبراهيم جاد للمنتخب المغربي قبل مواجهة المنتخب الأسباني